طيب نرجع تاني لأخبار نادي الزمالك والزمالك اشتبع عارف يعني تواصل بالفعل مع اشرف بن شرقي عن طريق وسطاء على مدار الايام الماضية بيستطلعوا رأيه بس استطلعوا رأيه ايه رأيك في فكرة عودتك لنادي الزمالك بعد انتهاء عقدك مع فريق الريان القطري بن شرقي قال طبعا علاقتي مع نادي الزمالك علاقتي جيدة وطبعا الكلام العظيم ده كله بس اقلوهم ان الاولوية بالنسبة لي دلوقتي لاحتراف في الدوري السعودي علشان انا عندي عرضين في الدوري السعودي بختار ما بينهما لو لو لم اوفق في العرضين سيتم التفاوض والمنقشة مع نادي الزمالك الانضمام بن شرقي للفريق في الموسم الجديد كل ده مجرد ايه حديث ورغبتك ايه وانا رغبتي ايه دي مش مفاوضات انا عشان بس بواضح معاك الزمالك لم يدخل في مفاوضات مع اشرف بن شرقي ولكنها حديث عن طريق وسطاء حاول استطلاع رأي اللاعب في العودة مرة اخرى لنادي الزمالك يبقى اشرف بن شرقي وهنا من اهم المحترفين اللجوم في نادي الزمالك